بسم الله الرحمن الرحيم نشوف طيب دي الصيغ بتاعتنا اللي هنستخدمها في حل المسائل طبعا انت هتحس ان الصيغ كتير هي مش كتير هو كل حالة لها صيغة والجبريات بتاعتها يعني هن الوقتي احنا هنقول بقى الا هي القيمة الحالية بتنقسم الى حاجتين اي اي و اي او يعني قيمة حالية صحيحة زي الاي كده بالزبط وقيمة حالية تجري وكذلك القيمة الاسمية لها الاس بقى نسميها اس القيمة الاسمية لو هتشتغل القيمة الاسمية اسمها اسمية ملهاش حالتين يعني دي القيمة الاسمية عندي بقى الاكس الاكس دي معناها الخصم الخصم بينقسم الى برضو خصم صحيح وخصم ايه تجاري مش عايز تحفظ الرموز يعني هتبقى صعبة عليك اكتب بالعربي عادي خالص بس ايه الرموز يعني ايه ما انزل الله وبينا من السلطان دي بس بتعرفنا الفرق بين الحاجة وخلاص يبقى القيمة حالية الصحيحة زي القيمة حالية اللي فاتت كده بصوا يا شباب القيمة حالية بتساوي القيمة الاسمية ناقص الخصم ده بشكل عام لما ليجي نخصصها بقى تبقى القيمة حالية الصحيحة هي برضو بتساوي الاسمية ناقص الخصم الصحيح يبقى القيمة حالية الصحيحة ادي ايه ايه بتساوي الاسمية اسمها اس ناقص ال اكس اي اللي هو الخصم الصحيح طيب انا قانون الجملة من الفصل اللي فات اللي هو بتاع الباب الاول كان بيساوي المبلغ في 1 زائد I في n لو انا عايز المبلغ هنسمي المبلغ دلوقتي القيمة الحالية طبعا دي ضربه اسمه فقابر برضو ه mechanism على القوس ده اللي هو 1 زائد I في n مع ممارسة المسائل طبعا هنعرف الكلام ده ده قانون القيمة الحالية الصحيح عشان لو اتطلب طب قانون الخصم الصحيح ده خصم الصحيح برضو الخصم يساوي ايه يساوي الفرق بين القيمة الاسمية والحالية بس مدام انا شغان خصم صحيح يبقى دي برضو حالية ايا شباب حالية صحيحة طيب الخصم الصحيح انا ممكن احسبه بطريقتين في طريقتين عندي للخصم الصحيح في طريقة بتاعة الخصم الصحيح بدلالة القيمة الحالية الصحيحة اللي هي اي اي الخصم زي الفايدة جماعة مبلغ في معدل في مدة ده لو مديني الكمة الحالية الصحيحة طيب لو مش مدهاني ومديني الكمة الاسمية أشتغل بS في I في N على 1 زائد I في N يبقى فيه صغتين لحساب ال-XE أحفظ الصغتين وأنا هعمل لك يعني بعد ما نخلص ملخص ظريف جداً للخواعد دي هنعرف إزاي نشتغل بيها طيب ده كده خلصنا شغل الصحيح طيب خلص شغل التجاري بقى ما إحنا عندنا الدنيا بتنقسم إلى صحيح وتجاري الشغل التجاري برضو القيمة الحالات التجارية اسمها A-O بتسوي القيمة الإسمية ناقص الخصم التجاري لأنه شغل التجاري يبقى لازم الخصم يبقى تجاري والخصم برضو بيسوي مبلغ في معدل في مدة بس خلي بالك الخصم الصحيح اللي فات ده كان بيسوي المبلغ ده في المعدل ده في المدة يعني الخصم الصحيح بيسوي القيمة حالية الصحيحة أما الخصم التجاري يعتمد على القيمة الإسمية اللي هي S في I في N يبقى الخصم التجاري يسوي S في I في N كويس طيب قيمة حالات تجارية برضو ممكن نجيبها ازاي يعني ادي لها قانون وادي لها قانون تاني اوه بتساوي S في 1 ناقص I في N فاكرين ال S اللي ما كان بتساوي A في 1 زي I في N كنا بنقول عليها الجملة دي قانون الجملة لا احنا لو عايزين نحسب بقى قيمة حالات تجارية نقول بتساوي بقى ال S في 1 ناقص I في N هبدل يعني ال A مع ال S طيب هنشوف كل ده دي الصيغ اللي حدولك لازم تعرفها وتحفظها وتعرف هتمشي ازاي طب هي مش هتتحفظ من خلال الشرايح كده انت احنا هناخد فكرة بس دلوقتي عن شكل القوانين وبعدين هنبدأ نحل المسائل وبعد من خلص المسائل هعمل لك شريحة ظريفة جدا بخط ايدي كده ألخص لك فيها الموضوع يبا حدل الوقت اتكلمنا عن A E يقابلها X E يعني دول اللي هم الشغل الصحيح دي قيمة حالية وده خصم صحيح وفيه A O و X O اللي هو القيمة حالية التجارية ده شغل التجاري دي القيمة حالية التجارية وده الخصم التجاري ان شاء الله نستعرض الباقي مع بعض طيب الخصم التجاري كمان ليه بعض السيخ اللي احنا هنا شوفنا ادي خصم التجاري سوى S نقص X O طيب طيب يبقى شوفنا القانون ده في الشريحة اللي فاتت وبرضو شوفنا القانون ده في الشريحة اللي فاتت فالقانونين دولة كررتهم تاني لان بينهم علاقة احنا ممكن زي ما كنا نجيب علاقة الفرق والنسبة في الفايدة التجارية والصحيحة هنجيب برضو هنا علاقة النسبة بين الفايدتين اقسم دي على دي حراك لو اسمت دي على دي هتلاحظ ان الاي متكررة والن متكررة فهنقدر نشتمهم مع بعض يبقى النسبة بين الخصم الصحيح او الخصم التجاري على الخصم الصحيح تساوي S على ايه طب هل مطلوب مني احفظ دي لا احفظ دي احفظ دي على طول يبقى قادر اجيب ايه الخصم الصحيح والتجاري بعلاقة ان انا اقسم ال S على القيمة الحالية التجارية وبكده استعرضنا القوانين الخاصة بالقيمة الحالية وخصم يمكن نحس انها صعبة شوية لكن مع الحل هتلاقي الموضوع بسيط جدا وننتقل في الفيديو القادم والسلام عليكم ورحمة الله